تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جيدة من سيلفي أوروبا اللي تيجيكم مني أنا محمد عواد عبر قناة سيلفي سبورت الأكثر تنوعا من حيث أشكال أفكار المحتوى عشان هيك بدولكم تشتركوا فيها حبقة اليوم بعد مباراة كانت مصابة بانفصام الشخصية شوت أول ما بيشبهش الشوت الثاني تماما شوت أول لو شفته وشفت الشوت الثاني بتقول هدول ما كانوا نفس المباراة مستحيل وفعليا هذا اللي عشنا اليوم خلال فوز الستي عسان جيرمان اثنين واحد في لقاء الذهاب على مباراة مفترض إنها في مرعب باريسا جيرمان لكننا نعرف الآن في دور الأبطال بدون جمهور كل الملاعب ملاعب الجميع هندخل بتفاصيل اللقاء كاملة وأثناء مشاهدتكم هذا الفيديو تتركوا لايك لو أعجبكم وإذا ما أعجبكم أيضا تتركوا لايك لأنكم أصحابي لقاء اليوم طبعا قبل من نحكي عن كوتا قدم كان كثير في ذكريات غوارديولا وخروجه في الماضي أمام إمبابي وخروجه أمام بوكتينو براردوسيلفا وشراكة إمبابي المقديمة أشياء كثيرة اليوم محرز مشجع مارسيليا مولود في باريس دي بروين أخرج سان جيرمان تفاصيل كثير في الماضي كانت اليوم لكن الفريقين عاشوا الحاضر سان جيرمان دخل بتشكيلة من أول ما شفناها ثلاث الهجوب إمبابي دير مهرية نايمار واضح شو بدي يعمل بوكتينو اللي حتى الآن ما استحوذ في أي مباراة دور الأبطال أكثر من الخصد من أول ما وصل لباريس سان جيرمان ما بده الكرة بده يرتد حط ثلاثة سريعين جدا مهريين جدا وبالتالي كان عم بحاول يوصل الكرة منطقيا للنصف الثاني في الملعب وبالتالي كانت خطوط واضحة لازم أقطع الكرة من من سيتي وأعطي هذول المهريين اللي إذا تخلصوا من اللاعب مع سرعة اثنين اللي معها حتكون عندي مساحات رهيبة جدا هذي فلسفة سان جيرمان وظهرت من أول كرة تقريبا نايمار بالدقيقة الأولى مرتد كاد يسجل واضحة الفلسفة في المقابل جورديولا كان مدرك هذا التوقع ومدرك هذا الإسلوب فدخل بتشكيل استحواذية تماما كان فيها دي بروين هو رأس الحربة بس دي بروين ما كان عم بتحرك فعليا كمهاجم وهمي بقدر ما كان أنه بتحرك كلاعب ما بين مركز عشرة ومركز تسعة لكن ما كان كثير معني بدخول منطقة الجزاء ما كان كثير معني بأنه يسجل كان الهدف الأساسي من تشكيلة سيتي لما تشوفها إنها تشكيلة بتمسك كرة كويس ممكن لحظنا الرتم البطيء حنشرح أكثر عنه لكن هي جزء من الحرب ضد المرتدات وحنوصل لهذا الموضوع ونحكي عنه لاحقات ومع أول دقيقة من اللقاء أيضا أدركنا إنه سان جيرمان غير معني بالضغط العالي سان جيرمان بده يرجع للخلف بس مش يرجع للخلف زي ما رجع بالشوطي الثاني سان جيرمان بالشوطي الأول كان عبيرجع فعليا لنصف الملعب الهدف الأساسي يسحب السيتي للأمام ينتظر قطعة كرة من أحد لاعبين الوسط أو الأظهر فيرتد بسرعة هذا أولا والثانيا إنه يضع كثافة عددية كافية في منطقته يقدر فيها يطبق الأفكار اللي كانت واضحة يجب عزل خط الوسط عن خط الهجوم بالسيتي يجب منع إنه السيتي يقدر يتحول من اليمين لليسار تمركز رائع من فيراتي باريدس إدريس هجاية وأيضا خط الدفاع ودعم من ديمارية ونيمار كان عم يكفي لتحقيق كل ذلك في الشوط الأول السيتي كان عم يخرج من الكرة كأنه ما في شي وهذا منطق من سان جيرمان لأنه مهما ضغط على السيتي فهو فريق ممتاز جدا هذا الموسم بالصعود فرح يكون المسألة استنزاف طاقة وفتح مساحات خلف اللاعبين اللي عم يضغطوا في الشوط الثاني تغيرت الصورة تماما ليش؟ لأنه في الشوط الأول السيتي كان شوي مكبل بعض اللاعبين كان سيلو جوندو جان كان جورديولا دخل متحفظ جدا وواضح جدا أنه كان متعمد يظلوا متحفظ طوال في الشوط الثاني حرر التلاث محاور تعاون الوسط وحرر كان سيلو وعشانيك شفناه أرهق بسرعة ونزل زلشنكو بداله فدفع اللاعبين للأمام أكثر وطلب بشكل واضح من محرز من ديبروين من فودي يتحركوا أكثر كجزء من نقل الكرة للأمام مش كجزء من خط الهجوم وهذا الشي غير في جورديولا لعبة السيتي غير في جورديولا فكرة السيتي أمام فكرة سان جيرمان أجبر سان جيرمان يرجع للخلف ففكرة أنك ما تضغط للحالي أوكي بس فكرة أنك تدافع معايا بس من طرف نص ملعبك مش حسمح فيها حرجعك للخلف وهذه العودة فعليا هي اللي قلبت المباراة في الشوط الثاني السيتي فعليا ما خلق كمية فرص رهيبة زي بايرم ينخ مثلا ضد سان جيرمان لكنه وضع الكرة بالثرث الأخير وزي ما منعرف مع فلسفتي غيرديولا هو بيضع الكرة بالخلف وبينتظر قلطك بينتظر هفوتك وفعليا التعادل جاء من عرضية أقرب للصدفة والثاني جاء من ركلة حرة مباشرة بس في شي لازم ينتبه لغيرديولا يعني خلال فترة جس النبل بين الفريقين في الشوط الأول جاء الهدف الأول من ركلة ركنية ثم بعدها ركنيتين لسان جيرمان رح ما يصيروا أهداف عنده مشكلة غيرديولا فعليا بدور الأبطال كل سنة تقريبا عم بيطلقى هدف المباراة الحاسمة من كرة ثابتة عنده مشكلة في هذا الموضوع عنده مشكلة بهذا الموضوع واضحة جدا ما بعرف في تحضير هل هو يعتقد انه أصلا مش مضطر أصرف وقتي علشان ركنيتين ثلاثة في المباراة بتيجي عليه لاني بستحوذ بس أيضا واضح انه فريق بكتينو اليوما ما أخرج جوارديولا برأسية لوريانتي أيضا بيشتغلي كويس على الكرات الثابتة مع برشلونة سنجل كرات ثابتة في كل مباراة تقريبا عم بيهدد ويسنجل في أوروبا من كرة ثابتة في شغل هذا الموضوع بيحكي انه لقاء الإياب الكرات الثابتة أيضا حتكون إلها كلمتها ميجي نتكلم عن مسألة الرتم فأكيد في الشوط الأول الستي كان عم بيلعب بالرتم بطيء جدا جدا الفكرة الأولى والأساسية من هذا الرتم من عندي وليس بس من إجبار سان جيرمان خلينا نحكي 8% هي قرار لأنه شاف ثلاثي سريع قال لك لو سرعت الرتم حتنقضع الكرة حظرني أقضيها طوال الشوط الأول أركض وأرتد هذا معناه اللي حستنزف نصف الفريق بالشوط الأول فجوارديولا خلي الرتم جدا بطيء بشكل كبير واللي ساعد على الرتم يكون تمركز لاعبين سان جيرمان الكرة فعليا ما قدر تدورها إلا من لاعب للاعب فقط بعدها بتضطر ترجحها لصحبك كانسلو ممكن يعطي قوندوغان قوندوغان رجع لكانسلو كانسلو يعطي فودين فودين رجع لكانسلو اللي بعده للجهة الثانية ما فيه لأنه التمركز ممتاز جدا وهذا خلينا نحكي خلى الرتم جدا بطيء الرتم البطيء في شوط الأول ساعد كثير سان جيرمان يظل يدافع كقطعة واحدة متماسك بتحرك مهدوء الكرة مش كثير أسرع من اللعبة بخطو بخطوطين من اللاعب بلحق الكرة وبسكر زاوية التمرير في شوط الثاني ستي رفعت الرتم بس ما رفعوا كثير ما من بدأ نحكي عنه رتم سريع من بدأ نحكي عنه أقرب لرتم متوسط لكن لأنه واضع الكرة بالترث الأخير لأنه كمية اللاعبين اللي صاروا عم شارة بالترث الأخير بحذا الرتم فعليا سان جيرمان عانى بس برجع أقول سان جيرمان ما عانى لمستوى الانهيار الدفاعي لكن سان جيرمان ربما صار معه شيء في الشوط الثاني أنا مش قادر أفهمه هل هو انهيار ذهني هل هي مسألة الناس ممكن تسميها بتويتر والسوشان ميديا اهتزاز شخصية سان جيرمان هل هو انهيار بدني أساسا أنه الفريق مضغوط في الدوري أيضا والفريق عانى من إصابات كثيرة أيضا لكن اللي صار معه بشوط ثاني شيء غريب يعني بتحس العيدته صاروا أفقل بتحس الفريق صار مثلا إغلاق المساحات من ذا أول وبتحس فعليا أنه في شيء غير من سان جيرمان ستتحسن بس مش لدرجة العنكاس الكبير اللي شفناها من سان جيرمان اللي أكيد له تفسير عند بوكتينو ومن المساء اللي انقلبت في هذا اللقاف اللي هي صعود سان جيرمان بشوط الأول بالكرة وصعوده بالتالي بالأول سان جيرمان كان عشرة من عشرة فريق ممتاز أفكار واضحة الكرة من ماركينيوس بتروح لكمبنبي إدريسة أو فيراتي أو باريدس بيستلموا ثلاثة عم بيطلعوا بالكرة صح نيمار بيسقط في المساحة خلف خط وسط سيتي بيستلم كرة بينطلق ديمارية نفس الشيء بيستلم كرة بينطلق عانى كثير اللي هو بالسيتي في شوط الأول أمام مهارتها دولة اثنين لكن بالشوط الثاني واضح أنه نيمار تأثر ربما بالإصابة وبالتالي ما عادي يعمل هذا الدور سيتي تحسن كثير بضغطه العالي مقارنة بالشوط الأول والسيتي بدون ما يكون قوي بالضغط العالي بصير فريق عادي جدا جزء أساسي من أفكار الجوارديونة بالضغط العالي جزء أساسي من حدته أن يضغط ويأخذ الكرة بمنطقتك السيتي في شوط الأول كان سيئ جدا في هذا الموضوع سانجيرما كان عم بيصعد وبوصل الكرة لنصف ملعب السيتي بكل سهولة لكن بالشوط الثاني اتغيرت الأمور لعيبة السيتي تغير طريقة تمركزهم بالضغط تمحاور الوسط تعاون السيتي صار يضغطوا أكثر على خط الدفاع بدلا ما يكونوا يحاولوا يستنوا نيمار تاخد الكرة يعني تغير شيء من التمركز ساعدهم يفتكوا الكرة بشكل أفضل ساعدهم يحبطوا سانجيرما في ملعبه مسألة الصعود بالكرة تغيرت كثير بين الشوط الأول والثاني وفعليا كانت جزء أساسي من فوس السيتي في مسألة أيضا تتعلق في اللقاء اليوم بالمرونة في الشوط الأول كنا نحس فيراتي ديمارية نيمار إنبابي أحرار بالحركة لما تكون معهم الكرة تلقى النايمار بروح يمين ديمارية بيدخل بالعمر في حرية مقابل إنهم يضلهم مع بعض الأربع الخمسة يدول الأمام متواصدي ويمانروا يصار في الشوط الثاني في الضغط طبعا عزل نصفهم عن بعض هذا أولا لكن أيضا في الشوط الأول لعبت السيتي كانوا مقيدين كأنهم كمبيوترات لمسأوا كنت تحكي أنت دي بروين شو عم بيعمل فلان شو عم بيعمل ليش واجف كانوا مقيدين الشوط الثاني اتحرروا شوي جوارديولا حررهم وبرجع أقول كأنه جوارديولا كان داخل الشوط الأول يدور على التعادل تلقى هدف مرض يتراجع عن أفكاره مش شهر نهاية الشوط الأول وكانت الفكرة عنده بالشوط الثاني لأنه ما بيقدر يبلش يلعب بضغط ويبلش يركض بالمرتدات تسعين دقيقة بس ممكن يعملها ثلاثين دقيقة في نهاية الشوط الثاني ممكن أحكي مفتاح فوز اليوم هو مفتاح فوزي جوارديولا بكثير مباريات اللي هو لما يشعر فترة التفوق ما بفلت خصمه سان جيرمان لما تفوق فلت الستي سمح لي يرجع يتنفس ما حسب سان جيرمان وضع الكورنات كثير في شوط الأول منطقة الجزاء كان عنده بس القرار قبل الأخير وممكن تكون هدف لكن الستي لما تفوق ما سمح لسان جيرمان يتنفس أبقى منطقته أبقى الضغط عليه لعندما يجي الهدف الثاني وبرجع أقول لجي الهدف الثاني بدون خلق كمية فرص كبيرة لكن صحيح ما كان في خلق لهذه الفرص لكن كان في خلق واضح جدا لا سان جيرمان سان جيرمان فريق ممتاز فريق قوي من الأقوى في شوط الأول أثبت ذلك لكن خلنا نحكي لسه أسلوب كرة قدم سان جيرمان لأنه توخل بعدها بكتير من نصف الموسم ما وصل لفريق ويبدو أنه أجهز من الناحية التقنية من الناحية الفنية كفريق حافظ كل شيء بيعمل وكفريق مؤمن تماما بفكرته وفلسفته ما غير يعني فعليا شوط الأول دي بروين ممكن شفته كل الناس انتقدت تمركزه وفعليا هو اليوم التمركز تاعه كان مريح لخط دفاع سان جيرمان لأنه ما كان عم يدخل يشاغل قلوب الدفاع ما كان عم يحاول يربط ما بين المهاجمين كان عم يلعب بدور مختلف شوي عن المهاجم الوهمي اللي احنا بنعرفه كان دوره أقرب للعب بده يمسك الكرة ويخلي الاستحواذ أقرب لمنطقة سان جيرمان لكن رغم ذلك هذا الفريق ظلوا مؤمن بدوران كورته ظلوا مؤمن بأفكاره وهادي ميزت أنه طبعا المدرب إلو وقت أعتقد لسه الأمور ما حقل صد أعتقد لسه فريق فيه نيمار وإمبابي بيقدر يغير أي مباراة بأي لحظة وما بدنا ننسى أنه سان جيرمان فاز عبر شررم ملعبه وفاز عبر من أخت ملعبه بس لما لعب فيه ملعبه ما كانت المباريات الممتازة عنده فخلينا نشوف شو ممكن يصير باللقاء نوصله لنهاية هذه الحلقة بذكركم تعملوا لايك تشتركوا بالقناة واتابعوني في فيسبوك تويتر إستغرام أنا محمد عوام والسلام عليكم ورحمة الله